موسيقى مشاهدين الكرام مساء النور ومرحبا بكم في نترتنا الجوية اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 أهم مميز تقس اليوم هو تواصل لدهور ذباب محلي في السباح كثيف بمنخفضات الشمال الغربي ودرجات الحرارة حافظت على نفس المستويات تراحت مبين 13 و19 درجة بتالا كانت في حدود 11 درجة مميزات التقس نشوفها من خلال تسلسل سوى القمر الاستنائي سحب اليوم كانت أكثر كثيفة بالسواحل الشرقية وبالشمال اللي لزيدة تكون حاضرة في أغلب الجهات وتتواصل بأكثر كثيفة قرب المناطق السحيلية وبالشمال الريح تكون من القطاع الشمالي ضعيفة إلى معتدلة ودرجات الحرارة باش تتراوح مبين 18 درجة قرب السواحل وتكون مبين 4 و8 درجات ببقية الجهات غدوة إن شاء الله الأجواء تكون مستقرة سحب تكون أكثر كثيفة بالشمال وعابرة ببقية الجهات ودرجات الحرارة تعرف انخفاض طفيف نشوفها مع بعضنا من خلال قراءتنا التفصيلية بتونس الكبرى تكون في حدود الـ 14 14 كذلك بنابل وقليبيا 15 بزغوان 14 ببنزارة 14 بيتبرقة 13 بجندوبة وباجة وسينيانا بالكاف 12 12 كذلك بيتالا بالقيروان أعلى نسبيا نتوقعه 16 بجهة الساحل بسوسة والمناستير 15 المهدية 16 بسفيقس وقرقنا 15 14 بسيدي بوزيت 14 كذلك بالقصرين بقفصة أيضا 14 بجهة الجنوب الغربي بتوزر وكبلي 16 بجهة الجنوب الشرقي زادة باش تتواصل في نفس المستويات بجبس 15 بجزيرة جربة 16 15 بمدنين 14 بتطوين ورمادة فيما يخص الملاحة وصيد البحري مناطقنا تعرف منخفض نسبي للضغط الجوي الريحة تكون شمالية غربية فيه كامل السواحل سرعتها بخليج تونس ومنطقة سيراة تكون بين الخمسة و 15 عقدة والبحر يكون متموج ببقية السواحل سرعتها تكون بين 15 و 25 عقدة تتقلص فعالتها بعد الظهر بخليج جابس وتكون بين 55 و 15 عقدة والبحر بخليج جابس يكون مضطرب وببقية السواحل يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب نتعديو لدرجات الحرارة ببعض البلدان العربية والأوروبين وقشة 26 تقسيكون مغيم 23 بالدار البيضاء مع بعض السحب الجزائر بعض السحب 18 22 بترابلس الأجواء تكون صافية بالخرتوم 29 24 بالقاهرة بعض السحب تكون حاضرة بالبقاعة المقدسة 26 بالمدينة المنورة مكة المكرمة 29 26 بالدوحة مع بعض السحب 27 في أبوظبي 27 كذلك بمسقط أمتار بالكويت 21 ببغداد بيروت 18 القدس الشريف 13 ودمشق كذلك 13 مع بعض السحب 7 درجات بإسطنبول أجواء تكون صافية بروم 13 جناف 4 درجات 7 ببريز أجواء تكون ممترة ببروكسل تقس مغيم بلندن 8 درجات مرسيلا تقس صافية 13 مدريد أجواء تكون مغيمة ولا شبونة 19 درجة تشوفوا مبعضنا أحوال التقس ليمت قليل القادم أنها 2 درجات الحرارة بسفة عامة تحافظ على نفس المستويات سحب تكون أكثر كثافة بالشمال بعض السحب العابرة بالوسط والتقس يكون صافي بالجنوب الريحة تكون من القطاع الغربي قوية بالجنوب وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات والبحر يكون مصطرب بخليج جيبس وقليل الاتراب ببقية آسا 1 نهار 3 درجات الحرارة كيف تعرف انخفاف طفيف بعض السحب تكون حاضرة في أغلب مناطق البلاد والسحب تكون أكثر كثافة بالشمال وبعض المناطق بالمرتفعات اعترافي كامل من مجالاتنا البحرية أوقات الشروق والغروب الشروق على الساعة السابعة و 27 دقيقة والغروب على الساعة الخامسة و 6 دقائق طرق التواصل والاتصال موقع الويب الخاص بالمعهد الوطني للرسل الجوي www.meteo.1 الموازع صوتي و صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد موعدة صالات بمدينة تونس اليوم غد 3 صبح على الساعة و 54 دقيقة الظهر منتصف النهار و 23 دقيقة العصر على الساعة الثانية و 48 دقيقة المغرب على الساعة الخامسة و 8 دقائق والعيشاء على الساعة السادسة و 39 دقيقة وتورنا شكروكم على حسن المتابعة والاهتمام وليلتكم زينة اشتركوا في القناة